الشرطة في أستراليا إنها اعتقلت سائق السيارة التي قامت بدهس عدد من المرة في مدينة ميلبورن وأصابت 19 شخصا على الأقل وأعلنت الشرطة أن منفذ الحادث أسترالي مختل عقليا وأنه لا دليل على أن الواقعة متصلة بالإرهاب من جهتها قالت أجهزة الإسعاف إن فرق الإغاثة نقلت المصابين إلى المستشفى وأن بعضهم مصاب بجروح بالغة من بينهم طفل صغير في حالة خطرة جراء إصابته في الرأس